دشنا وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحي بحب العاصمة المؤقتة عدن البرنامج التدريب المواصع لبناء القدرات للأطباء والممرضين والتخدير في التعامل مع الحالات الحرقة بوحدات العناية المركزة الخاصة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذي تنفذه وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويهدف البرنامج الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل على خمس مراحل يهدف إلى أكساب مئة كادر من عشر محافظات يمنية مهارات نظرية وتطبيقية في كيفية التعامل مع حالات كوفيد-19 في الفرزي والوقاية والتحكم والتعامل العلاقي مع الحالات بمختلف مراحله وشدد وزير الصحة العامة والسكان على ضرورة رفع الجهزية والاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا لسيما والعالم يشهد الموجة الثانية منه مؤكدا على أهمية الأخذ بإجراءات السلامة المختلفة منع لتفشي الوباء وشدد الوزير بحيبه على أهمية إجراءات التباعد والعزل والفحص الأولي في المرافق الصحية والتي ينبغي أن تطبق في عموم المرافق الصحية باعتبارها نظام صحي متكامل واحد المعايير المتبعة في مكافحة العدوى داعيا للمشاركين الاغتناص فرصة التدريب لتوسيع المعارف والمدارك العلمية الصحيحة ونقلها للآخرين كما حث وكيل وزارة الصحة لغطاء الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي وخبيرة العمليات الصحية بامنظمة الصحة العالمية روزا كريستينيا المشاركين الاستفادة من مفردات البرنامج وعكس المعلومات على الواقع ونقلها لجملاء العمل في مراكز العزل بهدف رفع القدرات لمواجهة حالة الإصابة بفيروس كورونا